كان يربيه منذ الصغر على ترك المحرمات أخذ الحسن العلي رضي الله عنه ما تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها كلمة يسجر بها الصبيان عن المستقذرات يعني تركها ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة أما شعرت أن لا نأكل الصدقة هذا من تأديب الأولاد حتى الصغار وبعادهم عن المحرمات حتى لا يدخل بطن الطفل أي شيء حرام وأما هداياه لبناته وحفيداته النبي عليه الصلاة والسلام نزق أربع بنات وهن اللاتي عشنا من بين أولاده والذكور ماتوا وهم صغار وكان يحب بناته ويكرمهن ويحتفي بهن هذا الدرس لما نزق البنات ما عاش له عليه الصلاة والسلام ذكر ما عاش ماتوا البنات هم اللاتي عشنا هن اللاتي عشنا كان عليه الصلاة والسلام يزوج بناته ويختار الكفء لهن وصاحب الدين والخلق وزوج جميع بناته من خيرة الرجال من خيرة الرجال زوج زينب من أبي العاص بن الربيع القرش وهو ابن خالتها هالة بن تخويلد وكان من رجال مكة المعدودين شهامة رجولة ولما فرق الإسلام بينه وبين زوجته زينب لأنه ما كان أصلاً مسلحة زواجه قديم بها ونزل الحكم بالتفريق وكان عليه الصلاة والسلام لا يقدر أن يفرق بينهما لأنه كانت في مكة وهو في المدينة ما استطاع أخذها معه لما هاجر مع أبي بكر فلما سارت قريش إلى بدر سار معهم أبو العاص وأخذ في الأسارة لأنه ما كان أسلم وكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث أهل مكة في داء الأسرة بعثت زينب زوجة أبي العاص بمال فيه قلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص أمها كان أدخلتها بالقلادة على الزوج لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام القلادة عرفها ورق لها رقة شديدة وقال لأصحابه هذا الإمام يستأذن الرعية لأنهم هم أصحاب الحق في بيت المال لاحظوا الآن هذه القلادة من حق بيت المال وهؤلاء المسلمون طبعا فيها غنائم وحق لبيت المال فيها غنائم للمقاتلين لكن هذا في داء الأسرة لبيت المال الإمام يفرض لمصلحة المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها القلادة فقالوا نعم رضينا وأبو العاص وعده بعد بدر يرجع إلى مكة ويرسل له ابنته زينب فوفى بوعده وفرقى مع حبه لها ثم الرجل هذا تغير حاله بعد ذلك ونبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي زوج رقية من عثمان رضي الله عنه صاحب الخلق العظيم صاحب الحياء اختار اختيار زوج فاطمة من علي رضي الله عنه الذي تربى في حجره كان عليه الصلاة والسلام يشاور بناته في زواجهن فيروع طابا أبي ربع من التابعين قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن علي قد ذكرك فسكتت خلاص موافع موافع إذنها صمات فخرج فزوجها وهذا مرسل صحيح وما كان غالي في مهور البنات ما كان غالي في مهور البنات يقول عباس تزوجت فاطمة رضي الله عنها يعني عليا فجاء علي فقال يا رسول الله ابني بي يعني أدخل علي زوجتي أريد أن أدخل بزوجتي قال أعطيها شيئا قلت يقول علي رضي الله عن ما عندي من شيء قال فأين درعك الحطمية التي تحطم الصيوف وتكسرها قلت هي عندي قال فأعطيها إياها خلاص ما عندي إلا الدرع هات المتيسر هات المتيسر إيش عندك إيش يتيسر عندك هات ما في نكلفك بكذا روح دبر وروح استدين لا لا إيش يتيسر عندك هات هذا صداق سيدة نساء أهل الجنة وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم أما جهازه لابنته فلما شف شوفوا يا جماعة لو 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 الرجل يسوى لو الرجل يسوى دين خلق خلاص لا تقف والله نقرضه لو يسوى المشكلة الآن يقولون والله ها ها شايف كيف المفاجآت بعد الدخول شايف كيف المفاجآت بعد الدخول ما لنا إلا نطلب نحفى الحق البنت لأنه ما نضمن يمكن طلاق يعني صار الناس كثير منهم مساكين فعلا يقول وين اللي يسوى حتى أزوجه وأعطيه وينه هذا ترى من أسباب انتشار الفسق والفجور والشيوع الفواحش ما خلت الأجهزة والبلاوي والقنوات ما خلت الناس في حالهم جعلتهم يعيشون مع الفواحش ليلة نهارا أفسدتهم أفسدتهم